المكتبة السمعية للعلامة المفسر الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله يسر فريق مشروع كبار العلماء أن يقدم لكم قراءة تفسير السعدي فإذا مس الإنسان ضر دعانا ثم إذا خولناه نعمة منا قال إنما أوتيته على علم بل هي فتنة بل هي فتنة ولكن أكثرهم لا يعلمون يخبر تعالى عن حالة الإنسان وطبيعته أنه حين يمسه ضر من مرض أو شدة أو كرب دعانا ملحا في تفريج ما نزل به ثم إذا خولناه نعمة منا فكشفنا ضره وأزلنا مشقته عاد بربه كافرا ولمعروفه منكرا وقال إنما أوتيته على علم أي علم من الله أني له أهل وأني مستحق له لأني كريم عليه أو على علم مني بطرق تحصيله قال الله تعالى بل هي فتنة ولكن أكثرهم لا يعلمون بل هي فتنة يبتل الله به عبادة لينظر من يشكره ممن يكفره ولكن أكثرهم لا يعلمون فلذلك يعدون الفتنة منحة ويشتبه عليهم الخير المحو بما قد يكون سببا للخير أو للشر قال الله تعالى قد قالها الذين من قبلهم فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون قد قالها الذين من قبلهم أي قولهم إنما أوتيته على علم فما زالت متوارثة عند المكذبين لا يقرون بنعمة ربهم ولا يرون له حقا فلم يزل دأبهم حتى أهلكوا ولم يغن عنهم ما كانوا يكسبون حين جاءهم العذاب فأصابهم سيئات ما كسبوا والسيئات في هذا الموضع العقوبات لأنها تسوء الإنسان وتحزنه والذين ظلموا من هؤلاء سيصيبهم سيئات ما كسبوا والذين ظلموا من هؤلاء سيصيبهم سيئات ما كسبوا فليسوا خيرا من أولئك ولم يكتب لهم براءة في الزبر أولم يعلموا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون ولما ذكر أنهم اغتروا بالمال وزعموا بجهلهم أنه يدل على حسن حال صاحبه أخبرهم تعالى أن رزقه لا يدل على ذلك وأنه يبسط الرزق لمن يشاء من عباده سواء كان صالحا أو طالحا ويقدر الرزق أن يضيقه على من يشاء صالحا أو طالحا فرزقه مشترك بين البرية والإيمان والعمل الصالح يخص به خير البرية إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون أي بسط الرزق وقبضه لعلمهم أن مرجع ذلك عائد إلى الحكمة والرحمة وأنه أعلم بحال عبيده فقد يضيق عليهم الرزق لطفا بهم لأنه لو بسطه لبغوا في الأرض فيكون تعالى مراعيا في ذلك صلاح دينهم الذي هو مادة سعادتهم وفلاحهم والله أعلم قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم يخبر تعالى عباده المسرفين بسعة كرمه ويحثهم على الإنابة قبل أن لا يمكنهم ذلك فقال قل يا أيها الرسول ومن قام مقامه من الدعاة لدين الله مخبرا للعباد عن ربهم يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم باتباع ما تدعوهم إليه أنفسهم من الذنوب والسعي في مساخط علام الغيوب لا تقنطوا من رحمة الله أي لا تيأسوا منها فتلقوا بأيديكم إلى التهلكة وتقول قد كثرت ذنوبنا وتراكمت عيوبنا فليس لها طريق يزيلها ولا سبيل يصرفها فتبقون بسبب ذلك مصرين على العصيان وتزودين ما يغضب عليكم الرحمن ولكن اعرفوا ربكم بأسمائه الدالة على كرمه وجوده واعلموا أنه يغفر الذنوب جميعا من الشرك والقتل والزنا والربى والظلم وغير ذلك من الذنوب الكبار والصغار إنه هو الغفور الرحيم أي وصفه المغفرة والرحمة وصفان لازمان ذاتيان لا تنفك ذاته عنهما ولم تزل آثارهما سارية في الوجود مالئة للموجود تسح يداه من الخيرات آناء الليل والنهار ويوالي النعم على العباد والفواضل في السر والجهار والعطاء أحب إليه من المنع والرحمة سبقت الغضب وغلبته وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون ولكن لمغفرته ورحمته ونيلهما أسباب إن لم يأتي بها العب فقد أغلق على نفسه باب الرحمة والمغفرة أعظمها وأجلها فلا سبب لها غيره الإنابة إلى الله تعالى بالتوبة النصوح والدعاء والتضرع والتأله والتعبد فهلما إلى هذا السبب الأجل والطريق الأعظم ولهذا أمر تعالى بالإنابة إليه والمبادرة إليها فقال وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له وأنيبوا إلى ربكم بقلوبكم وأسلموا له بجوارحكم إذا أفردت الإنابة دخلت فيها أعمال الجوارح وإذا جمع بينهما كما في هذا الموضع كان المعنى ما ذكرنا وفي قوله إلى ربكم وأسلموا له دليل على الإخلاص وأنه من دون إخلاص لا تفيد الأعمال الظاهرة والباطنة شيئا من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون من قبل أن يأتيكم العذاب مجيئا لا يدفع ثم لا تنصرون فكأنه قيل ما هي الإنابة والإسلام وما جزئياتها وأعمالها فأجاب تعالى بقوله واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم مما أمركم من الأعمال الباطنة كمحبة الله وخشته وخوفه ورجائه والنصح لعباده ومحبة الخير لهم وترك ما يضاد ذلك ومن الأعمال الظاهرة كالصلاة والزكاة والصيام والحج والصدقة وأنواع الإحسان ونحو ذلك مما أمر الله به وهو أحسن ما أنزل إلينا من ربنا فالمتبع لأوامر ربه في هذه الأمور ونحوها هو المنيب المسلم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون وكل هذا حث على المبادرة وانتهاز الفرصة ثم حذرهم أن لا يستمروا على غفلتهم حتى يأتيهم يوم يندمون فيه ولا تنفع الندامة أن تقول نفسيا حسرة على ما فرطت في جنب الله أي في جانب حقه وإن كنت لمن الساخرين وإن كنت في الدنيا لمن الساخرين في إتيان الجزاء حتى رأيته عيانا أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين ولو في هذا الموضع للتمني إليت أن الله هداني فأكون متقيا له فأسلم من العقاب وأستحق الثواب وليست لو هنا شرطية لأنها لو كانت شرطية لكانوا محتجين بالقضاء والقدر على ضلالهم وهو حجة باطلة ويوم القيامة تطمحل كل حجة باطلة أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين أو تقول حين ترى العذاب وتجزم بوروده لو أن لي كرة أي رجعة إلى الدنيا لكنت من المحسنين قال الله تعالى إن ذلك غير ممكن ولا مفيد وإن هذه أماني باطلة لا حققة لها إذ لا يتجدد للعبد لو رد بيان بعد البيان الأول بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين بلى قد جاءتك آياتي الدالة دلالة لا يمترى فيها على الحق فكذبت بها واستكبرت عن اكتباعها وكنت من الكافرين فسؤال الرد إلى الدنيا نوع عبث ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة أليس في جهنم أنم مسوى للمتكبرين يخبر تعالى أليس في جهنم 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 وكما لقدرته وكما لقدرته على تدبيرها وكمال تدبيره وكمال حكمته التي يضع بها الأشياء مواضعها له مقاليد السماوات والأرض والذين كفروا بآيات الله أولئك هم الخاسرون له مقاليد السماوات والأرض أي مفاتيحها علما وتدبيرا فما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم فلما بين من عظمته ما يقتضي أن تمتلئ القلوب له إجلالا وإكراما ذكر حال من عكس القضية فلم يقدره حق قدره فقال والذين كفروا بآيات الله أولئك هم الخاسرون والذين كفروا بآيات الله الدالة على الحق اليقين والصراط المستقيم أولئك هم الخاسرون خسروا ما به تصلح القلوب من التأله والإخلاص لله وما به تصلح الألسن من إشغالها بذكر الله وما تصلح به الجوارح من طاعة الله وتعوضوا عن ذلك كل مفسد للقلوب والأبدان وخسروا جنات النعيم وتعوضوا عنها بالعذاب الأليم قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون قل يا أيها الرسول لهؤلاء الجاهلين الذين دعوك إلى عبادة غير الله أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون أي هذا الأمر صدر من جهلكم وإلا فلو كان لكم علم بأن الله تعالى الكامل من جميع الوجوه مسدي جميع النعم هو المستحق للعبادة دون من كان ناقصا من كل وجه لا ينفع ولا يضر لم تأمروني بذلك وذلك لأن الشرك بالله محمط للأعمال مفسد للأحوال ولهذا قال ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك من جميع الأنبياء لئن أشركت ليحبطن عملك هذا مفرد مضاف يعم كل عمل ففي نبوة جميع الأنبياء أن الشرك محبط لجميع الأعمال كما قال تعالى في سورة الأنعام لما عدد كثيرا من أنبيائه ورسله قال عنهم ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون ولتكونن من الخاسرين ولتكونن من الخاسرين دينك وآخرتك فبالشرك تحبط الأعمال ويستحق العقاب والنكال ثم قال بل الله فاعبد وكن من الشاكرين بل الله فاعبد لما أخبر أن الجاهلين يأمرونه بالشرك وأخبر عن شنعته أمره بالإخلاص فقال بل الله فاعبد أي أخلص له العبادة وحده لا شريك له وكن من الشاكرين وكن من الشاكرين لله على توفيق الله تعالى فكما أنه تعالى يشكر على النعم الدنيوية كصحة الجسم وعافيته وحصول الرزق وغير ذلك كذلك يشكر ويثنى عليه بالنعم الدينية كالتوفيق للإخلاص والتقوى بل نعم الدين هي النعم على الحقيقة وفي تدبر أنها من الله تعالى والشكر لله عليها سلامة من آفة العجب التي تعرض لكثير من العاملين بسبب جهلهم وإلا فلو عرف العبد حقيقة الحال لم يعجب بنعمة تستحق عليه زيادة الشكر